ذلك عباد الله الإنسان يطهر سمعه عن الحرام فأنت مسؤول عما تسمع يوم القيامة تسأل عما تسمع الأمر ما سودان يا أخي الآن مع ثورتي وسبحان الله ممكن تقول ثورة تعتج لكس في السودان أو الموبايلات المطورة به الآن صار ما من شاب من الشباب بلغ الخامسة عشر من عمره إلا وله جوال ومركب السماعات بتاعته وبيسمع أغاني ده غير الأشياء التانية من الفواحش والأشياء الخطيرة اللي بيسمع وشاهد فيها الشباب الآن ونحن سبحان الله كأولي أومور بس نشتري الموبايل ونجيب له السماعة ونديه ونطلغ له العنان فيفعل ما يشاء فيفسد أنت مسؤول يا ولي الأمر مسؤول عن هؤلاء الشباب تبتشتري الموبايل ويقعد في غرفة براو بيسمع في شو بيسمع لمن يتلقى عن من يا ناس هذه مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين لذلك عباد الله الحذر الحذر والتغوى التغوى والورع إنسان يزكي سمعه ويزكي بصره عن كل ما يحر لذلك يا أخوان العاقل من يفر من الشرك والله العاقل من ينتبه من ينتبه لخطورة الشرك قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني النابو ده الأصلام شرك ده خطر خطر لشان كده أعمل حسابك والداعي العاقل هو الذي ينقذ الناس من الشرك أولا أول حاجة أعمل حسابك أو أعتقع في مظهر من مظاهر الشرك ليه لأن المشركين ديلا بيكونوا قاعدين في جهنم ديلا ما بيمرقوا ديلا ما بيمرقوا كل كل ربنا قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير أعمل حسابك والليلة بيقى عندنا الشرك ميسور في البلد ساهل القنوات بتاعاتنا للأسف شغال الشرك الإزاعات إلا ما رحم الله شغال الشرك عادي بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم بنادوا في أولية من دون الله عز وجل يا أخواننا ده قلبي خلد أزول في جهنم خالد فيها ما بيمرق منها إذا وقع في الإشراك بالله عز وجل أي شيء تاني ممكن تدركك الشفاعة أي حاجة تانية دون الكفر ودون الشرك ربنا قال إن الله لا يغفر أي شرك به تعرف الآية دي ابن عباس قال هذه الآية من أرجى الآيات في كتاب الله يعني آية فيها رجاء رجاء كتير فيها أمل ظل يؤمل في الجنة من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ليه يا أخواننا قلت الكلمة دي بالذات أبو هرير سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك من البناء للشفاعة قال ظننت أن لا يسألني هذا السؤال غيرك يا أبا هريرة لما عرفت من حرصك على العلم قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا إله إلا الله نظيفا ما في أتعلق بابتاع قبة ما في أتعلق بشيخ مصور النفوذ ما في حجبات ما في أتمائم ما في أحلق بغير الله ما في أتوكل على غير الله لا إله إلا الله نظيفا ده بيسعد بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم شفع فينا رسولك عليه الصلاة والسلام هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فبعد هذه الشفاعة يقول الجبار تبارك وتعالى شفعت الملائكة شفع النبيون شفع الصالحون ولم يبق إلا رب العالمين فيقبض الله تبارك وتعالى يقبض قبضة من النار من رحمته فيدخلهم الجنة برحمة الله تبارك وتعالى ويبقى في النار المشركون الكفار خالدين فيها أبدا الآبدين نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم انقذنا من النار ومن شرها ياد الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من المكرمين اللهم اجعلنا من المرحومين اللهم اجعلنا من من ينال الجنة العلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد